بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة الحقيقة استخدمت خادمة مسلمة أسيوية وكانت تقوم على خدمتها ولكن هذه الزوجة الحقيقة كانت عصبية كيف تعمل مع الناس بإساءة شوية فزجرتها وأهنتها فتركتها ثم استخدمت بعد ذلك خادمة غير مسلمة وكانت تعاملها حقيقة بقسوة ومرة من ذلك المرات هذه الخادمة الأسيوية الغير مسلمة سقط منها طبق كان الطبق ده غالي جدا فالحقيقة انفعلت عليها وذكرتها وشتمتها وصفعتها صفحة قوية فطبعا هذه الخادمة أخذت هذه الصفحة ثم فكرت كيف تنتقم وقلبها يمتلئ بالحقد والضغينة كيف تنتقم من هذه المرأة والحقيقة كانت لهذه المرأة بنت صغيرة اسمها هند فظلت هذه الخادمة تنتقم من ابنتها بطريقة معاية المرأة حست ان ابنتها حالتها الصحية مدهورة وانها بتصرخ بالليل وعندها مشاكل فظلت ان هذه الخادمة الحقيقة لانها كانت تلاحظ في هذه الخادمة نظرات غيز ونظرات غل فماذا فعلت فرقبتها غابت الحقيقة عن عملها وظلت تراقب الخادمة وتنظر من سخب الباب ماذا تفعل هذه الخادمة فوجدتها لتضع بعض الديدان الصغيرة في أنف تلك الطفلة والطفلة تصرخ وتقول لها لا أرجوكي أرجوكي ابعي ذلك لا أحب ذلك هذا يؤلمني فدخلت عليها ثم أخذتها تكشف عند الطبيب فوجدتها حالتها الهائة مدهورة جدا لأن بعض هؤلاء الخادمات الأسويات بيحترفهم في وسائل للانتقام والغيز الحقيقة نسأل الله العافية كانت نهاية عزيز الطفلة هند إلى الموت ومات عزيز الطفلة إحنا لنا وقفة عند هذه القصة الإنسان بشكل عام لابد أن يحصل الخلق ولابد أن يعامل الناس باللطف لأن الحقيقة الإسائي للناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أبو عيسله تم مكارم الأخلاق الهدف من بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل الناس مع بعضهم بالمعروف موضوع الخدم بالذات أو موضوع الذي أنت لك سلطان عليهم يعني ده امتحان ربنا وضعك فيه ينبغي أن تكون لطيفا ووقيقا معهم لأن ذلك الحقيقة الخادمة دي مؤتمنة على أبنائك ومؤتمنة على بيتك حتى الطبق اللي بتغسله ما هو الطبق ده له ما تضفطش كويس مش هتتبع كل طبق لابد أن يكون عندها ولاء وابد أن يكون عندها حب والحقيقة يعجبني بعض الناس بيغضقوا على الخدم بيديها أكتر من حقها ورسال السلام علمنا أن نحن لنبغي أن الخدم يأكل مما نأكل به ولا تحملهم ما لا تطيقهم وتحسنوا إليهم في التعامل سيدنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف وما قال لي شيء فعلته كذا لما فعلته أو لما لم تفعله هذه أخلاق الإسلام قضية خطيرة جدا المفروض لما نجي نعين خدم لازم نعرف الحالة النفسية بتاعة الخدم دول هل هو عنده مرض نفسي هل هو عنده غيظ واحتقان ربون عز وجل يقول ورفعنا بعدكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية سنة الله عز وجل أنه جعل الناس مرتفعين في المكان المالي أو ناس يخدمهم في بعض الناس مش مقتنعين بالكلام ده ما عنده بشي قناعة فتلاقي بيحقد على من يقوم بخدماتي ويكرهه أنا بيعجبني الحقيقة بعض الناس اللي هو قبل ما تشغل الخدمة بتعود معها بتعملها اختبارات نفسية هل هي مريضة نفسية مريضة عقلية ده لو عندها اي امراض نفسية ذلك السلقة كان عكس وفي بعض الملامح بتوصر ذلك مثل الشرود والسلحان الطويل وعدم الكلام طبعا ده وراحها أجا أو مثل أنها بعض الخدم بتتلف بعض الأشياء لازم الإنسان يلاحظ هل هي بتبوز الهدوم وهي بتكويها هل هي ممكن تحرق بعد الطعام هل هي ممكن تبوز حاجات لأن الغز والغل والانتقام الحقيقة بيبان ملاحب بتبان المفترض الخادمة ما يكونش عندها امراض نفسية والأوخد نفسية ولا تحقد على من تخدمهم بل الحقيقة بعض الناس عندهم شئ من الزكاء يعني هو لا يجعل الخادمة عنده إلا إذا كان عندها حب وولاء وسبحان الله أنا أعرف بعض الأسر إن الخادمة تحس إنها كده كما لو كانت واحدة بالبيت سبحان الله لأن الطفلة بتحكي أسرارها للخادمة وبتحكيش لماها شوف الأمر وصل فيه لا الحقيقة زكاء لإلا أن هذه أمانة ينبغي أن نراعيها وهي أبنائنا وأنفسنا ولابد أن نراعي الحالة النفسية للخدم ترجمة نانسي قنقر